على كل حال هو منذ أربع سنوات أكثر من أربع سنوات أكد أن لديه جنسية مزدوجة في برنامج تلفزيوني وهو نائب في البرلمان وشخصية إعلامية معروفة وكان لديه برنامج تلفزيون الجزائري يعني شخصية معامة مش شخصية مجهولة والأمر آخر أنه منصب وزاري وليس حاجة أخرى وبعد ذلك أمر آخر أنه سئل من طرف المذيع نفسه حول استعداده للتخلي عن الجنسية لو أنه يقترح إلى منصب سامي فاستبعوا إلى أنه أستاذ سامير ممكن يكون عندك طموح أنك توصل لمناصب عليا حتى اللحنة في الجزائر بما عندك طموح وبما عندك جزائري ممكن أنك تتخلى على الجنسية الفرنسية لوصول إلى هذا المناصب ولما لا ولما لا يعني إذا كانت الآن إذا كان تم تحديد تم تحديد يعني المناصب السابية للدولة مثل ما ذكرها فخامة رئيس الجمهورية وهو أدرى من كل شخص يعني كان وزير خارجية وعنده دراية كاملة وشاملة على موضوع المهاجرين خارج الوطن هذا وره الإشكال وره الإشكال يعني الآن إذا تم تحديد نحن الآن ننتظر في تحديد المناصب المناصب الأستاذ المحترم تكلمت يعني على بعض المناصب ستكون ربما مناصب أخرى فبالتالي لك الإختيار واضح في جوابه أنه لم يكن لديه مانع أنه في حالة توليه إلى مناصب أو منصب أعلى وهذا الكلام كان قبل التعديلات الدستورية وكما سمعتم كان الرجل بوتفليقي بمعنى الكلمة هذا ليس موضوعنا الآن الموضوع أنه أبدأ استعداده للتخلي عن المنصب ما الذي حدث بالضبط أن سمير إشعابنا فجأة يرفض منصب كاتب دولة وهو المنصب الذي حلم به وهذا كلام لم يقله ناس قاله الكثيرون من المقربين منه جدا أنه يحلم ويعمل من أجل أن يصل إلى منصب وزيري ترى ما الذي يتركه يرفض التخلي عن الجنسية لنترك الكلام تبع التحليلات العاطفية وبعض الناس يقول لك لا خير ما بين منصب وزير واختار الجنسية لأنه وزير منصب وزير ليس له قيمة في الجزائر وما إلى ذلك يعني ما هي تحليل منطقية لنكون شفوية واقعيين لأنه حقيقة أنه حتى لو تخلى مثلاً على الجنسية وهو الفرنسية رح تبقى له بطاقة إقامة عادية يقيم على الطراب الفرنسي مثل ما نقيم نحن عادي يقيم على الطراب الفرنسي ما رح يمنع ولما يأخذ منصب وزير ويزيد يرتفع اسمه على المستويات كلها يستطيع أنه من خلال هذا اللقاب كوزير سابق يفتح له الكثير من الآفاق يكفي تقاعده كوزير يقدم له الكثير يعني ما نقول بأن الرزل وجد نفسه بين خيارين أن يكون مواطن جزائري إلا بالجنسية الجزائرية أو يكون وزير أو يكون مواطن جزائري فرنسي فاختار الجزائرية جزائري فرنسي هذا مشكلة ترجمة نانسي قنقر